لمزيد من المتابعة ونقل أحداث توقع هذه القمة ومزيد من التفاصيل معي مباشرة من مدينة سان بيترس بيرج الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبدالصمد أحمد بعد التحية أرجو أن تضع المشاهد الكريم في الصورة لديك وما يستجد داخل هذه بعد انتهاء الجلسة الأولى من هذه القمة مصطفى كما تابعنا رفعت منذ دقائق الجلسة الأولى للمنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقي ذلك المنتدى الذي وضع فيه الرئيس الروسي فليدمير بوتين الأفاق المستقبلية والدور الروسي في ضوء المتغيرات الدولية تحديدا وربما يكون رسم خريطة طريق لتعامل روسيا مع الدول الإفريقية في ظل المتغيرات العالمية تحديدا وبالأخص في مجال الأمن الغذائي الذي سيطر على هذه الجلسة وكان حديث كل المشاركين بكلماتهم الافتتاحية في هذه الجلسة نتحدث عن رئيسة بنك التنمية البريكس ونتحدث أيضا عن رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جذر القمر كل المشاركين نتحدث عن أمن الغذاء تحديدا وكيف ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية أو العقوبات غير المشروعة كما سماها الرئيس الروسي فليدمير بوتين في كلمته كيف أثرت هذه العقوبات الروسية غير المشروعة على توريد الحبوب وبالأخص القمح على الدول الإفريقية أكثر الدول التي انعكست عليها هذه الأزمة ولكن الرئيس الروسي فليدمير بوتين تعهد بتوريد القمح بالمجان لعدد من الدول الإفريقية التي تعاني من نقص شديد في الأمن الغذائي تحديدا وهنا نتحدث عن إثيوبيا السودان والصومال وغزر القمر وإريتريا وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى يعني تحدث الرئيس عن توريد ما يقدر بحوالي من 25 إلى 50% بالمجان من احتياجات هذه الدول تحديدا وتحدث أيضا عن سبب خروج روسيا من اتفاقية الحبوب ذلك الخروج الذي كان الكل يتوقع بأنه سوف يكون له صدى ويكون له انعكاس مباشر على الدول الإفريقية تحديدا ولكنه تحدث بالأرقام والمبررات التي جعلت روسيا تخرج من هذه الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية كانت يتم من خلالها خروج القمح من الموانئ الأوكرانية ولكن لا يذهب إلى مستحقيه كما قال الرئيس الروسي فريدمير بوتين وضرب مثالا بالأرقام بأن نحو 32 مليون طن خرجوا من أوكرانيا وتم وصول القمح لكل من إثيوبيا والسودان والصومال وكان هذه الدول تحديدا وصل إليها أقل من مليون طن تحديدا أي ما يقدر بنسبة تقدر بـ 3% من إجمال المواد الغذائية والحبوب التي خرجت من الموانئ الأوكرانية وأن نحو 70% وصل إلى الغرب ووصل إلى الدول الأكثر نموا والأكثر ارتفاعا في مستوى معيشة المواطنين وقال بوتين في هذه الكلمة الافتتاحية هذه الكلمة الافتتاحية التي كانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة الوفد المصري معه في هذه الجلسة الافتتاحية قال بوتين بأن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تحقيق قدر من الرفاهية إلى حد ما أو الوصول إلى قدر من تحقيق رفاهية للمواطنين في إفريقيا تحديدا وتحدث هنا وضرب مثلا بمصر وما يجب تنفيذ على الأراضي المصرية وبالأخص تحدث عن الدور الروسي في المنطقة الصناعية اللوجستية هذه المنطقة التي تقام في منطقة قناة السويس وتحدث عن دور هذه المنطقة وأن هذه المنطقة سوف تكون جاهزة لتوريد والتبادل التجاري لما سوف ينتج من المصانع فيها خلال هذا العام الحالي نعلم أيضا أن هناك تبادل مصطفى وتبادل خبرات كثيرة أود أن أسألك أحمد ربما تكون الأرقام شارحة صداقة قوية وهناك تعاون في ملف الضبع المصطفى نعم الأرقام شارحة وتعبر عن نفسها وتحدث أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأرقام وتحدث عن القرى الأفريقية القمة روسية أفريقية إنجاز التعبير أحمد فالقرى الأفريقية هي قارة بكر وغنية بالموارد الطبيعية هل في الأفاق ربما أو في التوصيات ما يمكن أن يضمد جراح القرى الأفريقية أو الحفاظ على ثرواتها ربما تحدثت مع الضيوف ربما تحدثت أيضا مع المشاركين من بعض الوفود عن صيغ حقيقية تضمن لقراتنا الأفريقية الحفاظ على مكتسباتها ولكن بصورة عادلة نعم مصطفى يعني دعني هنا للإجابة على سؤالك نرجع للخلف قليلا ما حدث من لقاء ثنائي ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي جدير بالذكر أن الرئيس بوتين لم يلتقي سوى بوفدين اثنين فقط من الوفود المشاركة كانت مصر من ضمن هذه الوفود التي التقى بها والتقى بشخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونعلم دائما بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل أفعال وليس أخوال فحينما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي فدائما ما يفي به تعهداته الرئيس تحدث مع بوتين عن مد يد العون من أجل القارة الصمراء وأيضا تحدث بوتين معه وتعهد بذلك وتعهد بأن يكون هناك مشروعات وأن تكون مخرجات هذه القمة الروسية الإفريقية المقامة في سان بيترسبورج تحديدا سوف تكون مخرجات استثنائية مخرجات تنعكس بشكل مباشر على مصالح الشعوب الإفريقية ومن ثم الشعب الروسي إذن نحن أمام قادة لديهم العزم لديهم النية الحقيقية في التصدي ويعني مواجهة الحلول والمشاكل سويا وهو ما تحدث عنه الرئيس الروسية في لديمان رابوتين في كلمته بأنه سوف يتم نقل الخبرات التكنولوجية تحديدا في مجال الأمن الغذائي وتحديدا في مجال تكنولوجيا الزراعة مع دول القارة الإفريقية جميعها لأنه يعلم وروسيا تعلم جيدا بأن هناك أراضي صالحة للزراع والاستزراع الزراعي أن هناك أيضا موارد بشرية قوية لا ينقص إفريقيا سوى التكنولوجيا والابتكارات الزراعية لكي تستطيع أن يكون هناك إنتاج زراعي يؤمن احتياجات هذه القارة فإذن عزم القيادة السياسية المصرية ومن ثم عزم الرئيس الروسي على إنجاح هذه النسخة هو عزم إيجاد وسوف يترجم بالتأكيد على مخرجات ربما تكون بارقة الأمل في انفراجها لملف الأمن الزراعي تحديدا أو الأمن الغذائي وما تشهده من نقص للحبوب مصطفى ربما أحمد الأحداث كثيرة والمخرجات لهذه القمة الثانية والتي تعقد في روسيا إذا عدنا بالذكرة إلى الغراء في مدينة سوتي من عام 2019 أحمد كان الحديث عن بعض المخرجات وقبل وباء كورونا وما ألقى بالذلاله على العالم كيف يمكن أن نرصد ونشرك المشاهد الكريم في أن الدولة المصرية والقيادة المصرية تعمل بجد واكتهاد على ليس الوقوف مع مصر في أزمتها والحفاظ على مكتسباتها ولكن أيضا أحمد مع الدول الإفريقية والقارة الإفريقية وكانت مصر في هذا التوقيت هي ترأس لاتحاد الإفريقي كيف يمكن تعزيز الجوانب وتحصيل ما يمكن أن يضمد من جراح القارة الإفريقية أحمد والحفاظ أيضا على مكتسباتها ودعم وتعميق العلاقات الروسية الإفريقية والمصرية الإفريقية نعم مصطفى يعني الإجابة على هذا التساؤل تكمن في شكر الرئيس فلاديمير بوتين لشخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في نجاح قمة سوتي وبالتحديد أيضا إنعقاد هذه القمة الروسية الإفريقية لأن قمة سوتي انطلقت بشراكة ما بين الاتحاد الإفريقي وروسيا وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك في 2019 وكان له كلمة افتتاحية في هذه الكلمة وقالها صراحة بوتين بأن لو لا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان لهذه القمة أن تخرج إلى النور ونعلم جيدا أن مصر دائما محملة بهموم القارة السمراء ودائما ما تتحدث عنها في المحافل الإفريقية لأن السياسة المصرية الخارجية تجاه دول القارة السمراء تغيرت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما برهنه بالفعل أثناء قيادته للاتحاد الإفريقي من عزمه على مشروعات جادة لتحقيق أعلى معدلات نموه في القارة الإفريقية تحديدا وأيضا ذلك فيما يخص إفريقيا لكن فيما يخص مصر فنعلم جيدا أن علاقات الصداقة قوية ما بين القاهرة وموسكو وأيضا علاقات الصداقة قوية ما بين شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي منذ أن كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وحتى خرجت موسكو وساندت الشعب المصري في ثورته ضد الحفاظ على الهوية المصرية في ثورة الثلاثين من يونيو تحديدا وكيف دعمتها روسيا دعما كاملا بانحيازها إلى الشعب المصري ومن ثم إقامة عدد من المشروعات نتحدث عن مشروع منطقة مشروع مولد الضبعة النووية في الساحل الشمالي نتحدث عن دخول الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ في 2021 من خلال إقامة منطقة صناعية روسية لوجستية في منطقة قناة السويس نتحدث عن مشروعات للبحث والإمداد الخاص بالغاز والمواد البترولية وهما أيضا تعهد به بوتين في كلمته بإمداد إفريقيا بالبترول والغاز الطبيعي تحديدا الغاز المسال وهنا نتحدث نصفة عن اتفاقية تم توقعها ما بين روسيا ومصر اتفاقية زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع جديدة وذلك بناء على اللقاءات المتعددة التي تمت ما بين الطرفين سواء وزير الطاقة الروسي ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية الوزير طارق الملة هذه الاتفاقية التي بمجرد أن يتم التوقيع على بندها سوف تكون أيضا بمثابة انفراجة جديدة وتعاون جديد ما بين روسيا ومصر في ملف الطاقة تحديدا مصطفى أحمد المحاور كثيرة والتفاصيل أكثر ولكن أتحدث معك أيضا عن جزئية أخرى تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديموري بوتين متعلقة بتعليم اللغة الروسية في الدول الأفريقية وهناك مبادرة تحدث عنها من إنشاء بعض المدارس أو المدارس وتعلم اللغة الروسية والدعوة إلى مؤتمر يضاهي مؤتمر الشباب شباب العالم الذي كانت مصر رائضة في هذا النموذج وعقدت منه نسخ متعددة في مدينة شرم الشيخ روسيا دعت لمؤتمر شباب عالمي يفوق 20 ألف من المتعاملين من الشباب ومن المهمومين والمحملين بقضايا أوطانهم كيف يمكن أحمد تفسير هذه الدعوة من خلال كراءتك وأنت متواجد في هذا الحدث وفي داخله وأيضا مع القادة والرؤساء الأفارقة في روسيا نعم مصطفى يعني هذه النسخة أو هذا المنتدى هو منتدى اقتصادي إنساني وربما الطابع الإنساني هو الذي يهيمن عليه نتيجة ما فرضته التحديات والخريطة الجيوسياسية تحديدا من متغيرات على الساحة الدولية نتحدث عن أزامات عديدة لم تكن مدرجة على طاولة النقاش في قمة سوتي 2019 ولكن فرضتها الظروف الحالية كي تكون مدرجة نتحدث عن ملف الرعاية الصحية نتحدث عن دور المرأة دور الشباب دور الإعلام أيضا والتبادل ما بين الإعلام والمراكز الثقافية والشباب لما لها من مزيج يعني خاص تحديدا في تقوية العلاقات الروسية الإفريقية والروسية المصرية إذا تحدثنا عن العلاقات الروسية المصرية مصطفى فنعلم جيدا أن مراكز الثقافة المتواجدة في مصر مراكز الثقافة الروسية تحديدا تعمل في مصر ولديها باع كبير جدا وتعلم الكثيرين للغة الروسية وبالعكس أيضا هنا في مصر نعلم أن يعني العلاقات الثقافية المصرية هي علاقات قوية جدا ما بين روسيا ومصر وهي علاقات يعني تعود لستينيات القرن الماضي تحديدا وجدير بالذكر أن مصر سوف تحتفل في أغسطس المقبل بمرور ثمانين عام على العلاقات المصرية الروسية إذا تحدثنا أيضا عن هذه النسخة من المنتدى التي انطلقت منذ قليل كما قلت يهيمن عليها الطابع الإنساني دور الثقافة دور الإعلام دور أيضا الشباب لذلك دعا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الدول الإفريقية للمشاركة في المهرجان الدولي الرياضي الذي سوف ينعقد هنا في روسيا تحديدا لأنه يعني يعتبر مسج جيد ما بين الثقافات المختلفة أيضا هناك دعوة بتبادل ما بين الجامعات والطلاب ما بين الدول الإفريقية وروسيا وربما سوف يكون توقيع يعني بروتوكول منذ أو بعد قليل تحديدا من مسؤول جامعة الجنوب الفيدرالية في مصر مع شراكة لجامعة قناة السويس تحديدا بتبادل الثقافات والمنح الدراسية التي سوف تقدم لطلاب كل الجانبين تحديدا مصطفى لتعزيز هذه الدعوة التي يعني دعا إليها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إذن مصطفى نحن نتحدث عن قمة هذه القمة ليست تحمل شعارات أو عنوين براقة تعد بمثابة برقة أمل لا بالفعل هي قمة ترجم لحظيا على أرض الواقع من خلال المعاهدات والبرتوكولات التي توقع ما بين الأطراف المشاركة مصطفى في هذه النسخة بالطبع أحمد هي ليست قمة وليست قمة لعنوين براقة وإنما قمة أيضا للتنفيذ على أرض الواقع كما تحدث القادة وتحدث أيضا الرئيس الروسي لكن في المستقبل القريب وباستفادة سريعة وربما يكون هناك في ختام هذه القمة في الغد هناك توصيات هل من الممكن أن يتم توقع التوصيات التي ستخرج في الغد للقارة الإفريقية سواء في التعاون في المجالات الاقتصادية أو المجالات الإعلامية أو في المجالات لاستكشاف البترول والطاقة والزراعة والتنمية والتطور وما إلى ذلك نعم مصطفى يعني التوصيات المتوقعة حتى هذه اللحظة ربما تخرج من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدث فيها عن دعم لتوريد القمح المجاني أو بالمجان للدول الأكثر احتياجا إليه في القارة الصبراء وتحدث هنا عن دعم يصل من 25 إلى 50% لبركينا فاسو ومالي والصومال وإريتريا وجزر القمر وإفريقيا الوسطى وبالتأكيد هذا التعاهد سوف يكون توصية من توصيات تلك النسخة تحديدا نسخة 2023 إذا تحدثنا أيضا فسوف يكون هناك تعاون ما بين الدول القارة الإفريقية ونقل التكنولوجيا وفي مجال الزكاء الاصطناعي تحديدا وتكنولوجيا المعلومات لما لدى روسيا من باع طويل في ذلك المجال تحديدا أيضا ربما سوف تحمل التوصيات الكثير من ما يخص ملف الأمن الغذائي لأنه الذي يهيمن على المشهد السياسي الدولي بطبيعة الحال وفقا للمتغيرات الجيوسياسية لكن مصطفى هذا هو ما حدث حتى هذه اللحظة في الجلسة الافتتاحية تلك الجلسة الافتتاحية التي سبقها قمة كانت ما بين الرئيسة الروسية فليزامير بوتين وأيضا رؤساء الاتحاد الافريقي رئيس جزر القمر ومسافقي رئيس المفوضية للاتحاد الافريقي هذه الجلسة التي تحدث فيها موسافقي رئيس الاتحاد المفوضية للاتحاد الافريقي تحدث عن المعاناة التي تعانيها دول القارة الافريقية تجاه أزمة الحبوب المعاناة أيضا التي تعانيها دول القارة نعم أحمد بالفعل وذكر وأخص لأنه لابد أن يكون هناك تعاون في مجال مكافحة الإرهاب هذا هو ما تم ولكن من المفترض بعد قليل أن تكون هناك جلسة أخرى هي أكثر أهمية أو لا تقل أهمية جلسة لرؤساء التكتلات الإفريقية هنا نتحدث عن مشاركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذه الجلسة كونه رئيس الوكالة الإفريقية للتنمية والنماء تحديدا هذه الرئاسة التي تستمر لمدة عامين ومن المفترض أن تكون هناك كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطرح خلالها رؤية الوكالة الإفريقية للتنمية خلال العامين المقبلين من دعم وحجد للجهود والموارد المالية لدعم البناء التحتية في أفريقيا دعم نفس الغزائي دعم الصناعة أيضا في الدول الإفريقية لأن نعلم أنه تكتل تجاري في المقام الأول على كل أحوال وضحت الصورة زميلي موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد من مدينة سان بيترزبرج سنتابع معك على مدار الساعة ما يستجد وبالطبع سنتابع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة القادمة شكرا جزيلا